تشعر وتتظاهر أنك لم تشعر تعرف وتتظاهر أنك لم تدري أين ترفعت هالأد؟ أين أصبت بكل هذا النضج وسط هذا الضوضاء؟ التجربة طبعاً لها دور كبير أكيد حبيبي إنشان التجربة والعمر إلى دور بهذا النضج أنا عندي مثل دائماً أردد بينه وبين نفسي ممثل هو بيت شار عظيم للمتنبي أقول أنا ملأجفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم هذا دائماً يعطيني القوة أني أكمل بمشواري وما ألتفت للمهاترات والتفاصيل اللي ما لها داعي لأن تشغلك وتحس أن أنت ضيعت وقت مهم من حياتك وبشغلك في أشياء ما لها قيمة بالحياة في أشياء أهم وأعظم وأعمق أنه تسكت؟ إذا صار في مثل لا سمح الله إساءة ما عمره رديت تقدر تشوفه أتحدى أي واحد يقول فدي يوم من الأيام أنا رديت يعني فني هو اللي يرد أنا أشتغل وبعدين عن فكرة عن فكرة بتخفور وتسامح وما بتنسى الشخص والله أريد أقول لك أنا ما خليتني أكمل أنا حتى اللي أسعى أقولي واللي ضربوني بالصميم واللي يعني أحياناً توصل إلى مرحلة تشويه السمعة أو الإسم أو أقول لهم سامحهم من كل قلبي ويعني ما عندي أي مشكلة معاهم الله يهديهم ووالله يسامحهم إن شاء الله بس شو بتشعر بنفس الثاني لما يسيقوا لك لصمح الله لسمعتك أو لا؟ الضايق طبعاً الضايق بس قلت لك أنت مثل ما تفضلت حضرتك البداية ممكن من سنين يعني كنت ما نام الليل وكنت أقعد أسبوع وكنت أبكي وكنت ما أشتغل كنت تبكي؟ أي كثير اليوم النضج والمرحلة تعرف أنه أنت الحمد لله واصل في خطوات معينة في نجاح معين تحس في ناس تحب تنتقص من هذا النجاح بأي طريقة كانت حتى وإن كانت محقيقة النقد البناء معروف حبيبي ساد نشان والنقد الهدام معروف يعني أنت تقدر تتقيس شو لي ببكيك؟ مصر أنت ها؟ يعني واحد من الأشياء اللي أنا بصراحة تقلمني دائما لما أذكر والدي الله يرحمه الله يرحمه اللي أنا كنت في باريس وهو كان في المستشفى و الله يرحمه و يسكن الجنة حاولت أروح أقول لي بابا أنا الحمد لله بخير ولأرجوك لا تجي كان عندي شغل عن ارتباط مهم معقد عندي كان شغل فقال لي أنا بخير الحمد لله و أموري تمام و إن شاء الله هذا الموقف دائما يحزني يعني من التذكرة وتوفى الله يرحمه يعني صارت أحداث أنه ما يقدر يطلع من المستشفى وتوفى بمستشفى فما لا حقت عليه هذا الموقف يقلمني كثير كل ما تذكره الله يرحمه الله يطهو لي باباك